عالم الويب نخبر يجينا البارح من أمريكيا بضبط يخص مجلس النواب الأمريكي لحط قيود جديدة على استخدام برنامج تشاتل آليا شهير تشاتل جي بي تي من طرف موظفي الكونغرس في أجد مثال على الصعوبات اللي قاعدة تعترض في الإدارة الأمريكية في أنها تتعامل مع تدعيات التطور السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي موقع أكسيوس يقول أنه خذ نسخة من مذكرة داخلية الموظفي الكونغرس تفيد بأنه بش يكون مسموح لهم استخدام النسخة لمدفوعة الأجر من الأبليكاسيون أكا هو اللي هي تشاتل جي بي تي بلاس وشارة المذكرة أنه النسخة هذه تبلغ كل فتا الاشتراك فيها 20 دولار في الشهر فيها ميزات خاصة ضرورية بش تحمي بيانات مجلس النواب كما مش بش يتم السماح باستخدام أي نماذج أخرى من برنامج تشاتل آلي وحدة المذكرة مجموعة من التوجيهات بخصوص استخدام الآليات المذكورة وينقالت أنه المسموح للبيرويت في الكونغرس أنهم يستخدموا تشاتل جي بي تي بلاس لمعرفة كيفاش يمكنهم تحسين عملياتهم مش بش يكون مصرح لهم بأنه يتم إدماجها في سير العمل الاعتيادي والمذكرة تقول أنه بش يتم السماح للموظفين أنهم يدخلوا البيانات اللي ماهيش حساسة في البرنامج هذية ومش بش يكون مسموح لهم مثلا أنهم يعملوا كوبيا كوليل أي مقتطفات نصية في وسط البروغرام إذا كانت ما ترحدش للعموم أولا المذكرة وجهة زادة للموظفين أنهم يفعلوا البغامات الخاصية بالكونفيدونسياليتي وقت اللي تكون معطلة في الإسباس فيغتويا للضمان عدم احتفاظ البرنامج بدي كوبي من المستخدم وعدم دمج تفاعله في نموذج التشات ونذكروا أنه برشة شركات خاصة في ما فيها سامسونج وابل كانوا قيدوا ولا منعوا الموظفين من استخدام أدوات الذكاء الاستناعي كما تشات جي بي تي المخاوفوني من احتمال تسرب البيانات السرية عبر لزا أبليكاسيون هذهم وتدعم المخاوف هذه بعض أخطاء الخصوصية السابقة لشركة أوبن اي اي المطورة لتشات جي بي تي اشتركوا في القناة